التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء فيتنام فام مينتين على هامش مؤتمر مستقبل للإستثمار بالرياض وذلك لبحث عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك وأكد مدبولي تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومضيفا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمميزات لاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية بما يصهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن جهته ثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لا سيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع خاصة